هل من كلمة توجيهية للشباب في سرعة الزواج وتحفيله من فضيلة الشيخ؟ نعم لا كلمة أحسن من كلمة النبي صلى الله عليه وعلى نفسه حيث قال يا ماشر الشباب يا ماشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتذور فإنه أغض للبصر وأحسن للفرس ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وإنني أنصر الشباب في سرعة التذور ذاتي ما في هذا العصر الذي كثر فيها أسباب الفتن والمغريات ولذلك تجد كثير من الشباب يعاني من مشقة العزوبة ولولما عنده من الإيمان بالله عز وجل لذهب يتسيد الفاحش ثم أني أقول إن كان الشاب عنده مال يكفيه لزواجه فهذا هو المطلوب أن يتزوج به وإن لم يكن عنده مال وجب على أبيه أن يزوجه إذا كان قادرا على ذلك كما يجب عليه أن ينفق عليه طعاما وشرابا وكفوة وسكا ولا يحل لأحد أغنىه الله وبلغ أبنائه سنى النكاح وطلبوا منه ذلك إما بأقوالهم الصريحة وإما بأسعالهم الدالة على طلب النكاح لا يحل له أي انتدف بل يجب عليه أن يزوجهم فإن لم يفعل فهو آثل ولا يبارك الله له في ماله يقول بعض الجحار من الأباء لأبنائه إذا طلبوا منه النكاح يقول المثل الساعر الجائر ما يحكي ظهرك غير بسك وأنت بنفسك حصمت تزوج به وإلا فلا أزول فهذا حرام العديد ماذا مقادرين والأبناء عازلين نعم